أم حارث من كردستان العراق تقول يعني تقول أنا من متابعينك تقول عندي أخي خاطب أكثر من خمس سنوات هو عاقد عليها مرتين يقول لها أنت طالق في التلفون وفي ساعة عصبية ما الحكم أم حارث بارك الله فيك بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة دقيقي معي أم حارث وكل من يتابعني لماذا أقول هذا الكلام لأن في مشكلة كبيرة عند بعض الناس ما يفهم مسألة الطلاق قبل الدخول فيظن الطلاق قبل الدخول مثل الطلاق بعد الدخول وهذا غلط هذا غلط ولذلك لو أن رجلا الآن أم حارث تقول أخوها عقد على بنت كتب الكتاب كتب على البنت ولكن ما دخل بها فطلقها بالهاتف مباشرة برسالة هذه البنت خلاص بانت منه بينونا صغرى ما يجوز له أن يقول راجعتك خلاص خرجت من عهدته ومن ذمته وعقد النكاح انتهى بينهم انتبهي لهذه يا أخت الفاضل أي رجل طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونا صغرى ما معنى ذلك يعني ما يحله أن يراجعها إلا بعقد جديد يعني يذهب أخوك ويخطبها من أبوها من جديد يتقدم إليها من جديد طيب المهر لها النصف نصف المهر تأخذ نصف المهر عليها عدة الجواب لا ما عليها عدة لماذا لأنه ما دخل بها ولذلك لو أن أخاك طلقها الصباح ثم جاء خاطب آخر العصر يجوز تزويجه لماذا لأن الطلاق كان قبل الدخول فنبهي أخوك على مثل هذه المسألة وكون يطلق بالهاتف مثل ما يطلق وهو في حضرتها أو هي في حضرته مثلا فنبهي على هذا بارك الله فيك